أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إغلاق السفر الفرنسية في السودان حتى إشعار آخر من ناحية أخرى قالت الحكومة الفرنسية أنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان مضيفة أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخص وإلى ذلك ذكرت وزارة الخارجية الدينماركية أنه تم إجلاء 15 من رعاياها في السودان ضمن عملية قادتها فرنسا وقالت إن ستة من الدينماركيين رفضوا عرضا لإجلائهم